حياكم الله مشاهدين في حلقتين جديدة من برنامج نبض اللجان ضيفنا لهذه الحلقة نائب فهد فلاح بن جامع ابو فلاح مساكلة ابو الخير مساكلة ابو نوب وسان الله يعطيك العافية بفلاح ما شاء الله عندك لجنة غير محددي الجنسية ولجنة الموارد البشرية ولجنة شؤون النفط والطاقة ولجنة تعزيز القيم ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ولجنة شؤون الصحية والاجتماعية والعمل وانت رئيس للجنة غير محددي الجنسية رح نبدأ الحوار إن شاء الله في هذه اللجان كلها ولكن بعد مشاهدة حصاد اللجان البرلمانية مشاهدين اللي نتابع حصاد اللجان البرلمانية ومن ثم لنعودها من جديد أهلا بكم مشاهدين وأجدد الترحيب بظيفي وظيفكم النائب فهد فلاح بن جامع حياك الله من جديد ابو فلاح الله يحييكم وسالم يا حد الله يحفظكم فلاح أول سؤال نعم أنت رئيس للجنة غير محددي الجنسية نعم هذه اللجنة لجنة مؤقتة نعم لماذا حرصت في بداية عملك النيابي على رئاسة هذه اللجنة شوف بالنسبة حق اللي هي لجنة غير محددي الجنسية أنا أول شيء يعني الغضية هذه بالذات هذه تشكل يعني أو تمس أمن الكويت فلابد من حل هذه الغضية ما في شيء يسمى بدون وقلت أكثر من مرة ما في شيء يسمى بدون هذول الناس بعضهم كانوا أبناء البادية كانوا بدوا يشدون وينزلون نعم فالستينات أنا والدي من الناس اللي دخل الجيش الكويتي فلما يدخل الجيش الكويتي أي شخص مع جواز سعودي ولا جواز مثلا من دول خليج أو أي جواز من دول عربية نفسها نعم يدخلون الجيش على الجواز هذا ولكن ما يأخذ مميزات العسكر الكويتي من علاوات الأطفال علاوات الزوجة البطاغة التنوينية ولكن لما يجي الشخص يقول أنا والله ما عندي أي ثبات أنا أبدو ويشد وينزل نعم هو هذا ويعني ما عندي فيش يسمونه بدون يعني من أبناء البادية فيجي ويدخل يعطونا ميزات الكويتي في العلاوات الأطفال والزوجية والبطاغة التنوينية ويعطونا بعد بيت شعبي فانتبهوا الناس الثاني فبدأوا بعضهم حتى اللي معاه جواز بدأ يجي يشقق جوازه أو يخفي جوازه ويدخل الجيش ويقول أنا بدون أنا بدون واللي طافت عليه الأمور هذه والناس طلع من الجيش يروح الداخلية واللي كان في الداخلية بعضهم يطلع من الداخلية يروح الجيش ويقول أنا بدون فهذا السبب فيها الدولة نفسها الدولة نفسها لو كانت حاسمة الأمر من البداية ما حصلت المشكلة هذه بالإضافة أنه في ناس من الناس هذولة اللي معاهم حصاء 65 هذولة كويتين ويعتبرون كويتين وعشان نفصل شوي عشان الناس تفهم يعني بالجنسية شوي نعم بس ما بيقاطعك هذا ينطبق على الكل على كل واحد 65 ما حصاء 65 يستحق الجنسية الكويتية بشهادة رئيس الجهاز وبشهادة رئيس الحكومة في وقت سابق أنهم يستحقون اللي هم تغيبا عدهم 34 ألف شخص أو كله هذول مفروض أنهم كويتين والدليل يعني خانا يقول لك حصائية سكان الكويت في سنة 85 كانوا الكويتيين تعدادهم 688 ألف تغيبا ب92 وحن عندنا التعداد كل خمس سنوات يعني التعداد الرسمي للدولة اللي هو 95 صح ولكن ب92 بعد تحيير الكويت في سنتين سووا حصائية لعدد شعب الكويت وقالوا عدد شعب الكويتي 471 ألف يعني ناقص تغيبا 190 ألف ليش ناقص 190 ألف لما بدأوا الناس يبحثون طلعوا 190 ألف اللي هم اللي بدون قابل حاسبين هم كويتين قابل لو ما حصل غزو هم من ضمن الكويتين لكن بعد تحيير الكويت قال لا هذول مو كويتين وطلعوهم من الحسبة وبعدين في شغلة ثانية تساعد الدولة على حل هذه المشكلة يعني حن السجل المدني الوحيد في العالم كله اللي محفوظ في الأمم المتحدة سجل المدني الكويتي لما صار غزو الكويت الناس المسؤولين في الجهاز يعني أجهزة الدولة حفظوا سجلنا المدني وسلموه للمم المتحدة رسمي وانحفظ عندهم بالإرشيف عندهم هناك بتاريخ 28 11 سنة 1990 يعني أثناء غزو العراق الغاشم على دولة الكويت فأي أحد بالإمكان لو قالوا مزور أو قالوا شيء بإمكان جهات الدولة إذا هم مو يعني مغانعين من السجل الموجود داخل الكويت يلجون للسجل اللي يعطوه الممتحدة ويشوفون الناس اللي موجودين من أخواننا البدون إذا كان موجود في هذا السجل مفوظ يعطونا الجنسية وانتهى الموضوع وبالنسبة للناس الثانية يا أخي أنا ما أقولك جنس إذا أنت يا أخي تجنسهم ما ولا تجن لكن يا أخوي يعني عاملهم إنسانية عطهم بطاقة يخي يجدد بطاقتهم على طول عطهم جواز يعني بعضهم منك لو تعطي الجواز ويبدأ يطلع ويروح كافي ناس راحت للدول اللي حوالينا بالخليج ويجنسهم ومشت أمورهم وخلاص ما هم من البدون وهذا السؤال نائب فهد فلاح من جامع بالنسبة لأولوياتكم كلجنة شنو أولويات اللجنة في هذا الشأن اللجنة أولوياتنا يعني نغير لهم حقوق يعني الناس هذه اللي يستحق الجنسية عطا اللي ما يستحق الجنسية عاملة بسلوب صحيح يا أخي أنت الحين الجهاز المباركة الشيء يسوي فيهم يقول لك أنت عراقي يا أجددك البطاقة بس أنت عراقي أجددك البطاقة أنت سوريا أجددك البطاقة أنت سعودي أجددك البطاقة أنت مصر مثلا أو أنت سودان أو أي جنسية يعني يعني عسب المثال يطلع إثباتاته الصحيحة إذا كان هو خليجي عادي يقيم حال خليجيين في دولة الكويت ما حنا يعني ملزومين ننوضة يعني مثل الكويتين ولا حنا ملزومين نعطي بيت شعبي ولا حنا ملزومين دخل دولة هذا اللغوات المسلحة وإذا كان مو يعني خليجي خلا يدقي غامة وخلا يدفع رسوم ويتعامل معاملة الجنسيات والأخرى ويمارس حقه ولا تظلمه يعني يعني الحين بالنسبة البدون أنا أتمنى يسألون الناس هذولا شلون زواج البدون شلون يتم مو قام يتم بالشكل الصحيح بالشغلة الإنسانية بالنسبة حق هذا الوفاء شلون يتوفون هذولا يعطونهم تصيح دفن ما يعطونه شهادة وفاء المولود يعطونه بلغ مواليد مو صحيح تخيل ولد الحين بسن يعني سن الشباب صدقنا حتى ليسا ما يعطون بالوظائف يجبون نسب عالية يجبرونهم على دخول خاصات معينة عشان تخدم لما يدشون مثل التمريض أو الطب المساعد نفسه لما يدشون ويتوظفون بالصحة الجنسيات الوافدة يعطونا راتب عالي يعطونا إيجاز سنوية يعطونا درجة في دوان الخدمة المدنية ويعطونا حقوقه البدون يعطونا ثلاثمية وخمسين دينار ويخصمون عليه وما يعطونا إيجازة ولا لخدمة ولا لأي شيء وعن الإنسانية هذا لا بد من يعني إيجاد حلهم تصوركم هذا المعالجة في شيء على جدول الأعمال أنا بالنسبة لي كرئيس لجنة بعت الجميع الجهات المختصة في الدولة نعم إنهم يوضحون لي شنو يعني علاقتهم في بدون يعني شنو الخدمات اللي يقدمونها عشان أنا يكون عندي معلومة كافية ورسمية منهم بالإضافة وجه الدعوة لرئيس الجهاز المركزي للبدون إنه يجي ويقعد معنا بالإضافة إنها بالأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شيخ طرخات طلبت إنه يجي ونجتمع معاه في اللجنة عشان نبحث في السبل الصحيحة لمعالجة رزمة أخواننا البدون يا أخي لا حننا الحين كبداية ما أنا بنقول الجنسية حننا في البداية خلنا نتكلم عن حقوق المدنية هذا عندي سؤال في هذا الأمر الحقوق المدنية فيه توافق نيابي حكومي عليها والله شوف توافق نيابي أنا ما أعلم ولا توافق حكومي أنا ما أعلم أنا بالنسبة لي أسعى وأخواني اللي معي باللجنة قايمين نسعى وحننا رح ندفع فيها بكل خلاص أنا ما يعني لي ما عندي أحد من عائلتي بدون ولا عندي أحد يقرب لي بدون ولكن أنا أسعى للجميع أنه ينصفون الناس هذا شخص إذا تقولون مزور حاسبوا إذا شخص مو مزور يا أخي يعني حلوا مشكلته حننا قايم تكلم عن أمور إنسانية إنسانية يعني أنت الحين الناس البدون أنا واحد من الناس أعف منهم ناس واجد يعني بالعسكرية تواجهت وياهم في دراسة بكلية العام الصحية لما كنت أدلس الدبلوم تواجهت مع ناس وياهم كان منهم واحد من رابعنا اسمه عبد العزيز الدخيل الشخص هذا كان أبوه يجيبه بسيارته لأن ما معه ليسا ليش ما معه ليسا لأنه بدون ليش لها الدرجة هذه تخيل عن رابوك 65 سنة وانت عمك 27 سنة أهل يجيبك الدام حل هذا يعقل؟ ما يعقل لابد من أنصاف الناس هذه وحل المشكلة هذه لأن هذه المشكلة تأثر على أمن الكويت وتأثر على مستقبل الكويت بالإضافة إذا أنت تتكلم عن البدون الحين عددهم مثل 100 ألف أو 150 ألف أو 200 ألف ترى خلال سنوات جاية راح صورة 400 ألف نص مليون راح بوم مليون يعني شنو الحل نعم وبو فلاح تفضلت قبل قليل وقلت أنه راح يكون فيه هناك بحث لهذا الموضوع مع الوزير الداخلية شيخ طلال خالد هل تواصلته في اللجنة مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟ أنا قلتك أنه وجهنا دعوة الحين وجهت دعوة أنا بلغت الأخوان باللجنة يوجهون دعوات حق الناس المختصية رئيس جهاز المركزي للبدون وهذا والوزير الداخلية هذولة لازم نجتمع معاهم نسمع كل شي نفهم الأمور منهم مضبوط ونطرح عليهم اللي عندنا نحلت الأمور كان بها ما نحلت هننا راح يعني نحاول نوجد لهم حل أي طريقة كان وأنا متفاعل بالشيخ طال خالد لما أنا متفاعل في حيل حيل أنا رجل يخاف الله ورجل على قولتهم عملي ورجل يعني مجتهد فأنا يعني متأمل فيه الخير الكثير نائب فهد بن جامع بالنسبة لعضويتك في لجلة الموارد البشرية شنو رأيك أو تصورك ما تعلق بسياسة التوظيف والإحلال وتمكين الكفاءات الكويتية شوف هذه أنا دخلتها لعدة أمور منها على سبيل المثال وشيء حيوي وحساس في وقتنا الحالي حنا الحين أبنائنا الكويتين بعضهم يعني ضروفة تجبروا أنه يتوظف فلما يجي توظف يجي بكمل دراسة ممنوع وإذا تجاوز هالأمور هذه شهدتها ما يعترفون فيها وهذا ظلم ظلم يعني المفروض أنها هذه تعادل يعني وللأسف أن بعض الشهادات اللي مو معادلين هالربعنا من اللي هم عيالنا هذولة بعضهم أصلا هذا يعني التعليم العالي العالي كان فاتح فيها لهم ملف ليش تلغيها هذه الشغلة فيه شغلات ثانية عندنا الحين عيالنا يعني يدرسون سنوات طويلة ويودون بعثات بالتعليم العالي يشكثوا ولكن يجي لما يجي الولد وعنده طموح عالي وجايب شهادة عالية وتخصص يعني يعني مطلوب يجي يحبط يقع ثلاث سنوات أربع سنوات ما يتوظف وبعض التخصصات تخذ على سبيل المثال خصصات مثلا هندسة البترون أو أي شغلة تعلق في الغطاء النفطي نفسه يجي دوان الخدمة المدنية يحطهم بالغايمة الحمرة الغايمة الحمرة هذه اللي هي ما فيه تسلسل يعني بالأرغام يعني دورة بالتوظيف لأن هذا يعني وزارة الدولة ما هي بجهة عمل لهم وبالنسبة الشركات النفطية تسقطهم بالاختبارات وليسوون الاختبارات والناس اللي قايمين يعملون في الغطاء يدزونها حق ناس يعني نظر يعني يحط لهم اختبارات معارفين بها تلعمل بالشكل المطبور فلابد أن يكون شركة النفط أو شركات النفط يكون فيه ناس يعني يعني بفريغ منهم مع فريغ من الجامعة أو التطبيقي يكون مجتمعين لإعداد أسئلة يعني التوافق أو تكون بشكل المعقول اللي عيالنا يشازونا يعني معقولة اللي تقدمونا 300-400 ينجح 15 مو صحيح هذه وحدة مثلتين يا تعليم مكنت اللي تقول عنه وداخل كويت هذا فاشل يا أنه هذولا ما يبون يوظفون عياله وللأسف أنه فيه تخبطات كذلك هم بعت بالتعليم يعني قبل شاميون جوني بعض الطلبة يدرسون هندسة ميكانيكية نعم إذا أنا ما أنا غلطان هندسة ميكانيكية يدرسون دبلوم بعثة داخلية على التعليم العالم اللي يجيب منهم معدل ثلاثة وزيادة يكملون هندسة ميكانيكية في الأي و أم وتمشي أمورهم انصدموا والناس اللي جايبين المعدلات عالية هذي جايبين بيكملون قالوا لا والله مكتفين ليش قال ديوان خدموا مدنية ما يبنوا وزاة تعليم العال تقول هذول مكتفين زي أن إذا مكتفين أنت ليش غبلتهم من البداية المفروض توقف الدبلوم هذا وتخليهم يكملون هذول بعدين سكت تخصص بالمر ولا تظلم الناس يعني فيه تخبطات قائمة تحصى عندنا موصحة بالإضافة الحين فيه شغلات عندنا لو تشوفها يعني حنا الكويتي خمسة وخمسين سنة ينهون لازم يتغاعد الناس اللي موكويتيين يجيبونهم عمارهم ستين وسبعين وخمسة وسبعين ويوظفون ويعطونهم ميزات أعلى من الكويتي ويعطونهم يعني كل اللي يبونه وزيادة الكويتي ما يعطون يعني فيه هذا الحديث تحديدا فيه مشاريع تنموية كبرى ابو فلاح تابعون موضوع ربط هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديد الكويتيين حنا نتابع حول المفروض هذا اللي يحصل بس الدولة مجادة بالشيء هذا مجادة المفروض أننا يعني حنا يعني فيه شغلات معينة ما يسمح أن يجيبون أحد من بروا مدام فيه كويتي المفروض لكن للأسف لو تروح سفاراتنا بالخارج تلقاهم حطين إعلانات حق الناس للجنسيات الثانية تعال توضعهم وعندنا هنا عيالهم ثلاث أربع سنوات وحنا كنا يا أخي موظفين ونعرف الشيء هذا عندنا عيال ما يدشون الكويتيين ويجيبون الناس وافدين الله يرزق ويوظفونا على طول لا ما فيه الميزانية متعبانة والدرجات متوفرة وكل شيء بس على الكويتي ما فيه درجات ما فيه ميزانية نعم نحن مكملين إن شاء الله حوارنا النائب فهد فلاح بن جامع ولكن بعد فاصل قصير مشاهدين أفاصل ونعود لكم ويبقوا معنا حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب لضيفي وضيفكم النائب فهد فلاح بن جامع حياكم الله من جديد أبو فلاح يا هلا أبو السعر أبي أتكلم عن عضويتك في لجنة حقوق الإنسان شنو أبرز أنشطة أعمال هذه اللجنة خصوصا في متابعة المعاهدات الدولية للكويت اللي تبرمها والاتفاقيات أمام مجلس حقوق الإنسان وكذلك مراجعة الموضوعات المتعلقة بالحريات العامة شوف حقوق الإنسان هذه من الشغلات اللي المفروض أننا نتابع لكن حقوق الإنسان لا يفكرون الناس أن حقوق الإنسان اللي هي الحرية المطلقة يعني أي تعدي على حرية الآخرين تعتبر هذه مو حرية هذا تعدي أي شخص يخالف العادات والتغاليد والدين الإسلامي هذا تعتبر مو حرية هذا تعدي يعني الحين لما تجي عندنا بالكويت مثل المتشبهين بالنساء أو المتشبهات بالرجال هذولا للأسف ما في قانون يحاسبهم وهذا شيء أصلا مخالف للفطرة الإنسانية ومخالف للجميع التعليمات والأديان بما فيها الدين الإسلامي شلون لرجل أنه يعني يتطبع طبع ما هو طبعه وشلون لمرأة تتطبع طبع مو طبعه هذا الشيء لابد أنه يكون فيه ضوابط معينة وساهمتوا بأي تشريع في هذا الجامعة هذا رح نسعب الأمر هذا أنا في بعض مثل أمس أو قبل أمس مغدمي اقتراح من ضمنهم الأخ الدكتور أسامة الشاهين على الشغلات هذه ومجموعة من النواب لأن الشغلات هذه المفروض أنهم يعني هذه كثروات عندنا والشيء هذا المفروض أنه ما يكون موجود في مجتمعاتنا هذه فالإضافة عندنا في ناس يتعسفون مع الخدم وفي ناس يتعسفون مع ابنائهم وفي ناس يتعسفون مع الجنسيات الأخرى وهذا شيء مصحيح يعني هذا غلط يعني الحين الخدم أنت ليجيك خادم هذا جايك بعقد إنسان لا حريته ولا كرامته ولا الساعات عمل محددة ولا راتب معين وهو يعتبر موظف ما يجوز يشتغل شغلة مو شغلته ولا يجوز أن أحد يتعدى عليه إذا يشتغل يشتغل بشكل الصحيح ما يشتغل في ضوابط معينة نتبعها وبعدين فيه أمور واجد يعني حنا مطالبين فيها يعني كحروق إنسان مثل زيارات استطلاعية زيارات استطلاعية للسجون ولمراكز التوقيف وغيره هل هذا اللي أنا أقولك إياها هذا اللي كنت بجي فيها يعني الحين في ناس يوقفون هم ما في أي غضية عليها عليها اساس توقف عليها اساس تخلي يوم يومين ثلاثة عشر بدون بدون يعني ذنب معين هذه ما يجوز استيغاف الناس إلا بذنب واضح بتهم معينة بشك ومعينة بالإضافة عندنا شغلات هنا بالكويت خطأ يعني لا سمح الله مثلا وصلت أنه يعني فيها سب أو غذف صاحب الصلاحية الوحيد اللي يقدم شك عليه اللي هو أنت ما يصي يجي شخص ثالث ويشتكي علي بالنيابة عنك أنت المفوض صاحب العلاقة وهو اللي يشتكي وهو اللي يتفعل الشك المفوض أي شخص خارج النطاق يعني الناس الأطراف المعنية المفوض أن ما تفعل الشك حين للأسف في ناس وهو المعني ما يرفعون شك أو ما يشكون وفي ناس ما لعلاغ في الموضوع يشكون وهذا شي خطأ من الأخطال الموجود عندنا يعني في زيارات للسجون زيارات استطلاعية ومراكز التوقيف هذه ما جيناها بس لازم نشوف مراكز الإيواء مثلا معذوي الاحتياجات الخاصة أو مراكز الإيواء يعني تصلح يعني مع الناس اللي ودون مثل المبعدين أو لهم العمالة أو لتابع الشؤون لازم نشوف هم بعد المستشفيات المستشفيات فيها بعض المشاكل يعني قبل مدة نتصلوا على ناس مستشفى العلدان في الجناح 16 وجعونا حار وتوهم سوين عمليات أشكو من الحق فهمت فيه بعد في ناس مثل ما تقول من بعض الحالات النادرة وبعض الأمراض تنغصهم بعض الأمور والشيء هذا اللي ينغصهم متعمد من بعض مسؤولين ما يخافون الله لابد أننا نشوف الشيء كذلك العمالة الحين اللي بالشوارع هذا نحن بجو حار المفروض ما يطلعون بوقت النهار ويعملون يعني خاصة اللي بالطرغ ما الطرغ يعني فيه أمور هل هناك قوانين قادمة رادعة لموضوع المخدرات وترويج المخدرات وغيرها شوف تعزيز الغيام حن الحمد لله بلد مسلم بلد يعني فيه عادات وتغاليد عربية هصيلة تتوافق مع الإسلام ومعروح الإسلام حن الحمد لله يعني حن محظوظين بالشيء هذا ولكن للأسف صار فيه عندنا أزمة أخلاق نوعا ما مو عند الكل لكن البعض يعني لو تجي عندنا بالكويت أزمة الأخلاق هذه مصيبة كبيرة تشوفها بالشارع لما تسوق سيارتك يعني تلقى مثلا على سبيل المثال أنا وانا أقولها دائما حن ما عندنا مشكلة مرور حن مشكلتنا أزمة أخلاق يعني تجي مثلا على الدائر السادس تلقى من الحارة اليسار الأمان إلى الحارة اليمين كل ابوهم يبيلفون يمين وين الأخلاق وين الغيم وين التربية تجي مثلا حق المدرسة وتجي تكلم المعلم وتقول له شلون أولدي ما تسأل عن مستواه الأخلاقي تسأل عن درجته فلما تسأل يقولك والله أولدك زين بس أولدك بس شوي لو أنه يعني خفف الكلام شوي وحركة شوي هو المعلم سلوبه ما راح يقول لك كل درجة غليلة راح يقول لك يعني فيه يعني شوي بعض الأمور فالمفروض أنك شنو يعني مش فاهمك أطيرها بس المفروض أنك يعني توصل تعرف أن الولد لازم تهذبه شوي وهم بعض الأباء والأمهات لما تشوفهم تقول والله الولد والله أحسن من أخلاقه يعني تجي تكلمه يقول كي بس الولد شاطر لا يقول ولدي شبي فيه شاطر وأخلاقيا منعدم لا والله خل صاغط ولا به أخلاقيا منعدم عندي أخلاقيا زين وتحصل العلمي مو زين أفضل من أنه تحصل العلمي زين وأخلاقه مو زين يعني لابد أنه نسعى ونهتم بالأخلاق بالتربية لابد أنه يعني وسائل الإعلام نفسها غير البيت يعني يبدون يبثون بعض البرامج اللي قبل يعني بوقتنا نحن نشوفها مثل برنامج مثلا سلامتك يثقفك صحيا برنامج المرور قف لقبل اللي دول خيج مسويتها يثقفك شلون تعرف المرور يعني قبل نحن نعرف أنه أولوية العبور للغادم من جهة اليسار نعم هذي موجود تلقاه عند الدوارات كلهم الحين يجيك الواحد يديش الدوار ولداخ الدوار وهو اللي يقول آسف يعني حتى ثغافة المرور مو عندنا قبل يحثونك يعني في بعض البرامج حتى يعني بعض الفن الكويت عن الأخلاق عن الشجاعة عن الكرام عن الصلاة عن الأمور الزينة انت شوفوا الإعلام الحين إعلامنا الحين أكثرها هابط يعلمك شلون يعني تنحرف أخلاقيا يعلمك شلون يعني تدمن مخدرات يعلمك شلون تعرف على صديقة والبنت شلون تعرف على صديق هذه لا هي عاداتنا ولا هي قيمنا ولا هي ديننا وهي تقبل فيها الفطرة الإسلامية فالمفروض أن وزارة الأوقاف في كلها دور يعني أنا ما بي كل واحد يجيني خطبة خطوة الجمعة كلامة كلبوها عن شيء معين لا تكلم عن العبادات تكلم عن الأخلاق تكلم عن الأمانة عن الصدق عن الأمور اللي نقرسها في أبنانا مو تكلمني عن أمور أصلا ما استفيدينها من هاي شيء كذلك وزارة الإعلام من أفروض أنه يكون الفن أو تكون يعني بعض البرامج فيها نوع من التوعية حنا نستفيد منها تقفني صحيا تقفني مثل ما تقول من ناحية التربية أخلاقيا تقفني من ناحية المعرفة تقفني في أمور واجد نعم أبو فلاح ما شاء الله يعني المضمون اللي تفضلت فيه مضمون قيم فعلا ويعني اسم على مسمى لجنة تعزيز القيم فيه شيء تقدمته فيه فعليا في هذا الجانب هل عندك حزمة قواني راح تقدم فيها متعلقة بهذا الجانب حنا قايمين ناغش مع أخواننا وإن شاء الله إن الشغلات هذه راح نقتروحها وراح نغيرها بإذن الله يعني فيه موقع قايمين حنا نسعى فيها إن شاء الله إنها تكون من صالح الناس إن شاء الله واللجنة الصحية أيضا عضويتك في اللجنة الصحية الصحية نعم هذه مهمة جدا يعني عندنا أول شيء ما شاء الله باكورة الإنجازات إن شاء الله راح يكون إضافة شرائح جديدة لبرنامج عافية اللي هو ربات البيوت وفيه توافق أعتقد نيابي حكومي على هذا وهذه أنا بقول لك فيها شغلة يعني المفروض إنها ما تنقال بس أقولها لا لا بقولها لك حنا لما اجتمعنا اختاروا حاموال إخوان إنها إدخال ربات البيوت من يكون عمرهم من خمسين يعني وصاعد نعم اللي هم طبعا غير عاملات فأنا سألت سؤال وموجودة لها اللجنة الفنية وموجودة لها شركة التامين والوزير والمسؤولين وموجودين أخوان الأعضاء من اللجنة قلت يا أخوان أنا بس السؤال واضح فيه كويتية في وقتنا الحالي عمرها من خمسين وغاقل مو متوظفة مستحيل يعني خمسين نتكلم من جيلنا نعم أنا جيل أموي متعلم مو مو جيل جيل أموي اللي هو نهاية الخمسينات متعلم فما أجيه مش رايك اللي جيلهم بداية السبعينات أكيد أنهم متعلمين يعني أكيد أنهم وظفة قالوا قال طاية ستة اللجنة الفنية قالت لا فيه فيه عدد كبير قلت شلون وضحي لي شلون عدد كبير هنا المشكة هنا فقالت فيه والله بعضهم يتزوجون كويتي ولما تأخذ الجنسية تطلب منها الطلاق تكون مو موظفة لا تدش في الشريحة هذا وهذا مو ذنب نحن هذا ذنب يعني جهة أخرى وذنب الشخص اللي جنس الناس عرفت مو ذنب يعني أنت كانت مطالبتك أننا بدون تحديد عمر أنا بي بدون تحديد عمر وتكون أي وحدة كويتية أخي متقاعدة متقاعدة ما عد فيه ربة بيت كلهم موظفات فيه كويتية كل الكويتيات موظفة الموظفات كبروا مينة يعني من موليد 57 وانطالع ما في الستينات أنا خلاطي اللي تحتمي موظفات فيهم المديرات مدرسة واللي فيهم هذا من الناس متعلم ما في كويتية الحين عمرها يعني 50 تكلم عن موالي 73 ما في وحدة موالي 73 وليل العمر هذا مو موظف ومستحيل ما في أنا أتوقع لو يشوفون سجلات الكويت أي كويتية صجية كويتية ما راح تشوف ولا وحدة مو موظف مستحيل وسبب حرصك على هذا الموضوع أنا حرصي لا لا أنا حرصي على اللجنة الصحية في أمور أخرى مو على هذا الشغلة هذه واضحة ومحسومة يعني حتى وبيحطون لأمور 50 ما راح يدخل عدد كبير يعني شيء يعني تحصيل حاصة فهم لكن أنا أكلمك عن أمور ثانية يعني أخذني أكلمك عن بعض العلاج بالخارج ما عندنا موضوع العلاج بالخارج تطوير الخدمات الصحية لا لا بقولك شغلة تواجه بقولك شغلة تواجه تيمين عافية العلاج بالخارج أمور كثيرة يعني بقولها لك يعني يعني اللجنة الصحية لما نتكلم حنا ككويت عندنا مرافق صحية زايدة عن حاجة الكويت أنا أقولك ياها 100 سنة جدا كمرافق كل شيء عندنا كأجهزة عندنا أفضل الأجهزة في كل مكان العيب بشنو شنو ينقصنا العيب بالإدارة والعيب بالتثغيف الصحي والعيب أنك أنت مو قايم تعين كفاءات هذا العيب لأنك لما تجي مثلا إدارة للأمانة مو إدارة يعني على قد الطموح والدليل شوف التفاوت في من وزير لي وزير يعني في وزير سابق في سنوات أنا ما بي أذكر اسمه لأن كان فعلا سيء جدا في حق الكويتين قبل غيره شوى الوزير هذا الوزير هذا جاء وصكر أكثر مستوصفات الكويت وخلى كل خمس ست مناط يروحون حق مستوصف معين يعني مثال أنا كنت في صباح السالم عندنا ثلاث مراكز صحية منهم واحد تخصصي وعندنا منطقة القرين وعندنا منطقة بيان وعندنا منطقة مشرف يودوننا حق سلوى سلوى أصلا مستوصف واحد في هذا الوقت ومزدحمي والأدوية في وقته ما فيه لدوى مكسيل اللي هو مكسلين هو أحد مشتقات البنسلين فيك حرارة أمكسلين صدرك ملتهب أمكسلين لواز عندك أمكسلين سنك عبرك أمكسلين في ذاك الوقت في ذاك الوقت ما عندهم الأدوى هذا تبي دوى حتى الأطباء كانوا في ذاك الوقت يقول يا عمي تبي أفضل شيء نكتبك دوى من بروا مضات حيوى من بروا توحي الصيدلية كان الأقمنتين هذا اللي الحين ما ينباعي بساد دانير كان هذا اللي هو الدوى في ذاك الوقت بثناعش بثناعش بخمسة عشر تينا يعني وقته بس تحسن الوضع وكانت الخدمات سيئة وقتها دمرها لأنه قبل مسك عندنا المستشفى العسكي ودمرها قبلها وطرد الكفاءات وعقبه مسكه إذن صحة ودمر كل شيء الآن الوضع لما جاء وهو رجل هذا كان طبيب ورجل مختص ويعني معتبر نفسه شيء وين فهمته معروف مو مو معروف معروف لما تجي حق شخص ثاني استلم والله لاه طبيب ولاه مختص في الطب ولا شيء هذا سوى إنجاز في وزارة الصحة ما حتى سواها لا قبله ولا بعده اللي هو منه فروضان روضان 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 شوف والله ما شفت بحياتي ولا عرضه بس الحق إن قال لأني أنا اشتغلت في الخدمات الطبية بالحرس الوطني وكنت أنا من ضمن فريق كوفيد نايتين بالحرس الوطني فلما تجي مثل روضان شنو سوى روضان روضان رجع جميع المستوصفات تشتغل ثاني مرة روضان روضان خلى جميع المستوصفات تشتغل حتى اللي تسكر بالليل خلاها 24 ساعة روضان روضان شنو سوى حط العيادات الخارجية فترة معينة حق الكويتين ما يدش معاهم حتى روضان روضان نزل الأدوية لين خلاها انت لقمنتين تشتغل ثاني فنفع الدولة ونفع المواطن ونفع المقيم مثل هذا تمسكه هذا صح وإن شاء للأسف الرجل هذا بسبب أن بعض المتنفذين ما عجبهم تخفيض الأسعار والأدوية للغيمة هذه تجي الحين يعني وتصير بعض الأمور نفس اللي حصلت بالفترة السابقة عندنا وما زلنا نعاني منها الحين تجي الحين مثلا الكويتين بعض الأدوية مو موجودة ناس عندهم أمراض نادرة على مستوى العالم غذاء يعيش عليه الروح هذه تعيش عليه مو موجود ولا ينباع ليش المضادات الحيوية الحين تنباع عندنا بدون وصف الطبيب بتلفون دق عليه يقول للمضاد اللي تبعه يجيك وين وين الرغابة وين المرهاد مستشفيات تجي تلقى الناس يدخنون فيها الستائر تالفة السراير تالفة الأرضيات وصخة وزحمة وما في تنظيم المفروض يكون فيه ثقافة المفروض يعلمون الناس أنا لما يجي الحين وقدش المستشفى المفروض المستشفى نفسه ما يستقبل للناس اللي محولينهم أو الناس اللي يكونون بالاسعاف تجي انت كيف كتديش المستشفى مفوض لا مفوض مستوصف والمستوصف هو اللي حولك ويوفر كل شيء مستوصف ويحولني على عيادة المسال البولية بالعيادة الخارجية التابعة لمنطقتنا المفوض تكون شذي أنت مو طولنا الأجراء شذي لا ما طولت بالعكس تريد نظمت العمل وخليت الهوار هذه بدلا أنا أتعب وكل دقيقة أروح للحوادث ما حلت مشكلتي حتى أنا الصحية أنت تجي مثلا فيك مشكلة مثلا فيه مثلا شيء معين مثلا دقات قلب شيء معين تروح طعمك يودونك حق العيادات الخارجية التابعة للقلب فيك ضغط أو سكر كذلك ما تجينك ما تتعب تروح الحوادث مفوض يفهمونك يكون عندك فهم للأمر هذا شغلة ثانية يعني لما تجي السجلات الطبية أنت الحين أبقلك شغلة روح حق المستشفى أبضبها على سبيل المثال وأنا متأكد لو تروح الحين روح تشوف شيء بعينك مستشفى الأطفال الصباح منطرة الصباح الصحية لو تروح الحين روح تلقى السكوريتي وهو يسجل الوصفة الطبية وهو تجي تعطي بطاعتكم مدنية ويسجلك وين الناس اللي أكثرهم يبصمون قاعدين بالبيوت ليش ما تجيب الموظفين هذا ولا تخليهم يمسكون وبعدين ليش ما وزاة الصحة تدز ناس يدرسون سجلات طبية أنا لما يجيني الشخص اللي جدامي لازم يعرف شنو مرضه وعرف شنو شلون استقبالي له في شي اسمه الدايغنوسيس اللي هو التشخيص الطبي لازم يعرفه لما يجيني الشخص هذا يمكن فيه وصفة يمكن هذا فيه مرض معدي شعرفه اللي قاعد بالسجلات شعرفه وين يودي ما يعرف لازم يعرف شغلتين أساسيات اللي هي الباثولوجي والفسيولوجي تشريح الإنسان وعلم الأمراض والساينس والسيمتوم اللي هي العلامات والأعراض مالة المرض يكون عنده خلفية وبعدين يعرف التشخيص يقرب اللاتيني يفهم عشان لما يجي هاي واحد عفوا يوجه يعرف شون للطريقة مو يجيب لي ناس بعضهم ما عنده لثانوية عامة أو متوسطة أو مشاهدة ثانية ويتعامل على كيفهم ويدخل على الطبيب على كيفه ولا طب نفسهم بعد لا يعطيهم دورات دورات حتى لو مثلا موجودين ولا طب نفسهم المفروض ما يكونوا متعسفين مع الناس والمفروض المسؤولين معاهم يخافون الله يعني أنا عفى طبت أسنان عندنا قبل شنو التعليمات من المسؤولين عندهم ايه مشوا لازم تشوف دي أربعين حالة باليوم يجي الطبيب بعضهم عنده ذمة يجي يقول لا هذا عنده عصبة بعال جنلة فيك عدلة ساعة على المرنط الواحد عقبها لما تجي حصائتي كنت ثمانية وان حصائتي خمسين ولا ستين منو اللي يعطونا مكافأ ولي يعني يقولون هذا حسن واحد أنا أنا ليش سوى تذي أنا ما عندي ذمة أنت اللي عندك ذمة أنت التحاسب أنا ما تحاسب لأن أنا شفت ستين شون يسوون ايه وانا دكتور سني كذا ايه افتح ايه أنت بايوتريك سجل لمضات حيوي تبعت خمسة ايام اشوفك دكتور أنا جيت قبل ايه اخذ خمسة انت لحد حملت اخذ خمسة ايام ما ايش الحالة هذا مو صحيح وين الذمة وين الضمير وين هات لما يجي الشخص المثلك انت ويشتغل صح يحولون لجنة تأخير يشلون هل في حالات مرت عليك شديد ايه عارف واجه يعني ناس اشتكوا ايه عارف الشغلة هذه وعارف بالتفصيل بعد يعني الآن موعدين فيما يتعلق ما شاء الله التفاصيل فنية دقيقة تكلمت فيها انا كلمت وزيز صحة ساعتين علمته قلت الحين علمك شفوي انا علمك شفوي هالكلام هذا وصل ايه شغلات انا ما كنت ادر منها بالطريقة هذه لان في شغلات مو شغلتهم فهمت شغلات ما تنقل وفي شغلات لا والله خداها بعين الاعتبار منها على سبيل المثال الصحة المدرسية اللي كانت في فهد الاحمد فهد الاحمد منطقة سكنية الكويتيين الجنسية الممنوعة تدخل التعالج الكويتي بس اللي هو المواطن ممنوع يدخل الكويتي ممنوع الكلام اذا صدق الوزير الصحة عدل الوافد يدش كلها ريحية الكويتيين وين يودونهم ويدونهم الفحيحية لما تجي الفحيحية الوافد يدش معاك بس انت ممنوع تدش مع الوافد في المنطقة السكنية هذا واقع مو حيش يقولونه وقال الوزير نفعل اي 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 قال انا ترى عدلت الامر هذا انا اذكر بعد قبل الغير الكويتيين والكويتيين يروحون حق المستوصف اللي هو عند باقي السلطان يتعالجون فيه والوافدين وياها ومنطقة السلمية منطقة كبيرة فيها اعداد كبيرة فالمفروض يا اخي يكون المسؤول موجود المسؤول ما عنده اي مبرر لهذه الجزئية تحديدا ما كان ماك واحد ماك واحد وبعدها رابعنا حن المفوض اش تكون المفوض يتفاعلون المفوض تفاعلون شكوة روح حق الناس مسؤولين تكلمهم ما مشت الأمور عندك اعظامة السلمة يش تكون ويعلمون ويقومون بالشغلة هذه فيه شغلات عندنا تتعروا بالكويت مو صحيح يعني حتى الحين انت لو تجي مجال التجارة انت موظف ممنوع تطلع رخصة تجارية ولكن وافد لا يطلع حبكة في الكويتي عشان اذا صار تمشك على الوقت نحش الكويتي ينسج فيه شغلات عندنا متناقضة حين نعم ودام وصلنا الى موضوع اللي هو الارادات والتجارة والأموال وغيرها عضويتك ايضا في لجنة النفط والطاقة تعتقد ان الحكومة لديها سيكون لديها سعي جاد في تنويع مصادر الدخل غير النفط وهل هناك اصلاحات اقتصادية لتنمية موارد البلد وايضا الفوائض المالية مرتبطة باسعار النفط هل يوجد حل برأيك لها الحلول موجودة لكن للأسف في جراءات سووها وزراء سابغين وحكومات سابغة ضرعت في صناعة النفط يعني على سبيل مثال مسا العامة البترول عندها كانت فلوس كاش يرادات سبعة مليار دينا هذه المفروض ان الدولة ما تاخذها منهم لان هذه سبعة مليار ايه اللي تشتغل فيهم وهي اللي تطور امورهم خاصا هم شقلوا بحقول الشمال خاصا هم قاموا يتطورون الحين النفط ما ينبع نفط خام المفروض انهم يبيعون المشتقات المفروض انهم يتطورون فانت تجي تاخذ منهم الفلوس كتوزيع ارباح وكذا عقبها تقول يلا ليش ما تشتغلون راحوا يقترضون يعني يبون ستة مليار يعني خليت انت بدال لهم يشتغلون بفلوس الدولة بدون يعني بفلوسهم بدون اي دين انت خليت الفلوس منهم ودخلت هم بالدين ومو قادرين يشتغلوا مو قادرين يشتغلوا عند الناس اللي تمسك مسؤولة كرئيس حكومة او كوزير معني في الجهات هذه هذا المفروض يكون انسان كف يكون انسان عنده ذمة انسان يفتهم ما يجيب لنا واحد ما يفهم يعني انت تاخذ منهم فلوسهم تخليهم تدينوا مو صحيح في عندنا شخلات واجد يعني المفروض ننتبه حنا دولة عندنا نفط عندنا في الطاقة المتجددة عندنا تقدر تستخدم طاقة مثلا المدو الجزر اللي هي عندنا البحر ما شاء الله من بداية الكويت لانهايته تقدر تستخدم طاقة الرياح تقدر تستخدم الطاقة الشمسية تقدر تستخدم شغلات واجد لكن أهم ما في الشي وبعدين في شغلات محطة الزور الشمالية مالة الكهربا ليش حطوها اكتتاب وليش عطوها غطاع خاص علي اساس ليش المفروض هذه معروف هدفها هدفها خصخصة غطاع الكهربا والماء بات بدأ لا تدفع فاتورة بالسنة 2000 دينار ورح تدفع 20.000 30.000 وتستخدم ربع لتستخدم الحي يعني بايعين كون الشي هذا ما يجوز مرض تنتبه وللأسف يوم جو يسوون اكتتاب للمواطنين وزارة الأوغاف أو هي هيئة الفترب عند الأوغاف تحرم الاكتتاب في الاسم هذه ويرحون الناس ما يأخذونها ويأخذونها التجار يعني هذا مصيبة نفس اللي حصل قبل لما باعوا محطات الوغود حق الأولى الوغود حق السور لو بايعين الثالثة كان الحين انت لتر البانزين حتى 500 فلس ما في يعني وصلنا ان اللتر 80 فلس و125 فلس اصبر وتشوفها بنص دينار وتشوفها بدينار أهم ما ينظرك باتيا بيخلونك تمشي ماشي هذا واقع نعم نائب فهد فلاح بن جامع أنا تقريبا وصلت إلى كل الأسئلة عندي لكن الآن نحن في نبض اللي جان وفي بداية دور لانعقاد ودور العقاد ان شاء الله إلى شهر ثمانية تقريبا يكون خالص ان شاء الله بوعودين ان شاء الله ان هذا الحديث الشيق اللي تفضلت فيه من تشريعات ومن رقابة راح تبدأ فيه فعليا ان شاء الله خلال فترة قادمة وتكون حلقتنا في نبض اللي جان القادمة معاك ان شاء الله حلقة انجازات وأعمال والله شوف حنا عندنا الحين قانونين باشر ونصوت ان شاء الله والحكومة انا احد اعضال لجنة التنسيقية التسعة من اخواني من اعضال البرلمان في مجلس الامة وفي لجنة تنسيقية من الوزراء اربع اشخاص النوه اللي تقصد باشر اللي هو يوم الخميس اللي هو يوم الخميس الخميس باشر اللي هو يوم 13 سبعة نعم راح نصوت على المدن الاسكانية المدن الاسكانية والمطور العغاري هذه نعم هذا اللي هي ربات البيوت نعم تأمينها ربات البيوت نوعا ما يعني أنا ما شوف الطموح اللي هو موجود ولكن المطور العغاري مدن الاسكانية لا هذا راح يشوفون الناس على المدن مو القريب حين شويا راح ينخفض العغار راح يعني تصير عجلة يعني توزيع الاسكان افضل وراح يخدم ان شاء الله يعني الشعب الكويتي ان شاء الله الله يحفظك ابو فلاحظة عندك كلمة اخيرة تفضل فيها في اختام هذا والله انا عندي كلمة اخيرة اقول يعني حق الناس المسؤول الشعب الكويتي يعني ما يستحق انكم كل دقيقة تعيدون الانتخابات ولا يستحق انكم كل دقيقة يعني تحبطون كل ما يجون الناس يمثلون الامة التمثيل الحقيقي تحلون المجلس عشان المطالبة انتم تدعون انكم تعطون حقوق المواطن حلنا لنبي ما نبي الواسطة حلنا نبي العدل نبي المساواة نبي المواطن ياخذ حقوق حال حال الناس كلهم ما نبي نجي الهيئة هذه ما فيها الناس المعينين فلانيين والوظائف هذه حق ناس معينة والشعب يروح ينطر ديوان خدمة دينية اربع وخمس سنوات ويستميت على طلب كتاب ترشيح هذا الكلام ما يجوز وانا اقول حق الناس المسؤولين ومن يهم وهو الامر ترى الشعب الكويتي 2023 يختلف عنقهم وكل ما لا رح يصير اصعب وكل ما تزيد الامور رح يصير الشعب اصعب وصعب لان قطع الارزاق ما يصير ولا يجوز والاعتداء عن الناس او تغييد حريات الناس بالباطل ما يجوز والناس ما رح تسكت عن حقوقها انا ما بيجي يوم الايام ان الشارع يسيسون من جديد وتنتر الساحات الكويت كل ابوها مظاهرات ومشاكل انا اتمنى استباق هذا الوقت الناس محبطة 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 انا مقايم اتكلم كلام اجيب من صوبي انا اتكلم كلام مواقع حالة الكويتي صعبة جدا 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 ومعيشت اصعب منها ما في يعني انا واحد من ابناء الكويت والحمد الله صح ان المجتمع ان المتكافل ولكن انا لو اقول حقولدي الحين روح اسكن انت ببيت بالحالك ما يقدر يعيش يوم واحد سبب ظهرة الطلاق وسبب هذا ان الحين بعد توزيعاتكم الورقية اللي مو حقيقية اللي ناس تنطروا بيوتها تبنيها لها خمس ست سنين ما بنتها فوق اثنعش الف وحدة سكنية في جنوب صباح الأحمد وغير المطلع وغير واجد وزعتوا لهم جنوب سعد العبدالله على الورق بقى واحد وتسعين الف طلب سكاني يعني واحد وتسعين الف اسرة كويتية ما عندها سكن تقول لي عطها مية وخمسين انا اقول لي اخوي اخذ المية وخمسين وفرها لك وسكني انا في الليل ترى الناس اللي تجيبونهم من الجنسيات والاخرى عشان يعملون عندنا في دولة الكويت تسكنونهم سكن محترم احسن من سكن الكويتي وما تقول يعطونا مية وخمسين انتم تعطونا حني الكويتين مية وخمسين مية وخمسين ما يسكنك غرفة في بيتها دار فالمفروض انهم يعون الشي هذا ويخافون الله فينا وترى دولة الكويت دولة مانحة تعطي الناس لبرها مو عجزانة عن عيالها انا قبل مدة طلعت دخلت الاراق اول مشروع واجهني عند الحدود الكويتية 32 ألف واحدة سكنية الكويت هي لبنت غير امور ثانية وليش ما تبنيهم الكويت عندنا هنا الله يرزقهم ابنهم مئة ألف مليون لكن ليش هنا هنا ما تسوي شغلة هذي ليش المساومات ترى اي عضو مجسومة ترى ييجي ويبتز الوزير او يساو او شي هذا ما يستحق نمثل واذا تقول ان الامر هذا بيستمر ان هذا طبيعة اعظام مجسومة انا اقولكم لا بدأوا يجونكم ناس ما يحسبون للمور هذي شي نهايتنا بترين بالقاع حاسبنا الله عن كل الامر وحنا سوينا ما ينفعك لا تاجر ولا شيخ ولا ملايين ولا شيء تنفعك السمعة الطيبة ورحمة الله وعملك الصالح ماكو شي الله يعطيك العافية رئيس لجنة غير محددية الجنسية الحديث شيق والحلقة ما شاء الله الحديث كان فيها متشعب وكثير وتكلمنا عن امور فنية كثيرة نشكرك جزيل الشكر على إعطاءنا من وقتك لهذا البرنامج وكرر الشكر شكرا جزيلا لكم القواجب يا أبو السالم يا أهلا مرحب الله يحفظك شكرا جزيلا يا أهلا أبو السالم مشاهدين الكرام إلى هنا أصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نبض اللجان وإلى أن ألتقيكم بمشيئة الله في حلقات جديدة إلى ذلكم الحين أستودعكم وطبتم في أمان الله